بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا بقينا خلاص مع القرآن الكريم في مجال المستقبل والكلام عن المستقبل كلام مليان وصع وكلام مليان جمال وكلام مليان حلاوة وتكلمنا في الحلقات اللي فاتت تلات حلقات وإحنا بنتكلم عن الجمال لربنا سبحانه وتعالى أو دعونا في المستقبل وإحنا لازم نبني بيه مستقبلنا إذا كنا صادقين في اتباع مولانا سبحانه وتعالى وسماع نصيحه وسماع إرشاده وإرادة السير على السيرات المستقيم فلازم نسمع إزاي القرآن بيبني فينا المستقبل ويبنينا مستقبل منور فشفنا في المستقبل في أول حلقة لما تكلمنا فيه عن المستقبل تكلمنا عن المستقبل وهو معلوم ممهد وتاني حلقة كانت إن المستقبل ده واسع ومنور وتالت حلقة كان بنتكلم فيه عن إن المستقبل ده الإحسان رايح جاي فيه فإحنا إذا كنا من أهل الإحسان وجنحسن فيه بنرى حسن الله إحسان الله لنا وإذا كنا بننظر بالحسن سنرى الإحسان سهلا يسيرا والنهار ده بقى عن كمل هذا الغزل الرائع من بعد التمهيد والعلم ومن بعد الوسعي ومن بعد كمان إن إحنا كمان نشوف الحسن والإحسان هتيجي هنا قيمة وهيجي هنا عمود من أعمدة المستقبل بناء من لبنة من لبنات المستقبل وقيمة إضافية تخلي المستقبل يزداد تألقا ويزداد جمالا لما ننظر المستقبل وإحنا بنساعد نفسنا أن نحن نشوف مدد الله سبحانه وتعالى وإحسان ولينا وجمال ولينا فيقبنا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وبقي الآياء بيتكلم عن تفصيل هذا الكلام بس إحنا عايزين نقف عند هذه السنة الربانية عند هذا المعنى الراقي الذي لابد أن نعيشه فالآية الكريمة بتقول أن ربنا سبحانه وتعالى بيرينا ركن من أركان الحياة وركن آخر ومكمل ليه الركن الأولاني أن احنا نسير في الأرض والركن الثاني أن احنا ننظر وكأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتكلم عن الوعي والسعي فالمستقبل محتاج لسير ونظر محتاج لوعي يعني محتاج لتعلم وبحث وسؤال الخبراء والمختصين ومحتاج كمان أن أنا أسير يعني محتاج لسعي حركة ومحاولة وتجريب وعدم يأس وإضافة وتعديل وتقويم كل الكلام ده كله وإحنا محتاجينه يبقى الآية بتشير إلى معنى مهمة في المستقبل من غير المعنى ده المستقبل ما نقدرش نكتشف أسراره ما نقدرش نعيش فيه والمستقبل ده يبقى قيمة إضافية في حياتنا اللي هي قيمة ايه؟ التجريب 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 المستقبل محل للتجريب والقيمة قيمة مركزية في المستقبل هي التجريب فالتجريب يا سادة مخلص للإنسان من أسر العجز وشيخوخة القلوب على العكس ده تسمو شيخوخة القلوب ومخلص للإنسان من الإحباط والتجريب كمان بيخلصنا من أسر عماء القلوب إن هي تشوف نعمة ربنا وتسمع كل يومني ده أنا يوم جديد على عملي كشهيد فاغتنمني فما تسمعش وما تشوفش لكن مع التجريب هتسمع وتشوف التجريب من أكثر الأبواب اللي بتفتح على الإنسان ساعة مولاه سبحانه وتعالى وبتخليه يشوف مدد ربنا سبحانه وتعالى الواسع وإن الحياة واسعة وملئة بخير كتير وبتخليه يشوف نفسه أوسع مما كان يتخيل وفيه كان طوى العالم والأكبر يشوف وهو كأنه مليان بالعوالم اللي ملهاش آخر فيكتشف مهارات وقدرات ما كانش يشايفها في نفسه ولا يعرف أن هي موجودة جواه ويشوف الناس اللي لما ضاقت عليهم حياتهم وظروفهم بقوا لما يجربوا طرق جديدة في حياتهم حياتهم تسعد ويزداد دخلهم بس إمتى لما بيجربوا لما يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا يعني إيه؟ يجربوا يجربوا ينظروا ويشوفوا النتائج ويحللوا ويعدلوا ساعتها هيكونوا صحيح هيتعلموا حاجات كتيرة جدا جدا ويحسوا بمدد ربنا عليهم الشخص المجرب يا سادة تلاقي عنده سمود سمود نفسي كده اللي بيسمونه ريزيريانس عنده سمود نفسي لأنه مش بيوقفوا الخوف من الفشل لأنه عنده تعريف الحقيقي للفشل أنه ما وصلش للنتيجة وأنه يحتاج إلى مزيد عمل فهو بيتحرك بأمان وإيمان أمان وإيمان إيمان بالصحبة صحبة الله سبحانه وتعالى أنا الأم أنت الصاحب في السفر فإيش حياتك أنها سفر وربنا بيصحبه في السفر ده ويبقى عنده أمان بالمعية وهو معكم أينما كنتم فيعرف أن ربنا ومتيقن أن ربنا معاه بيعلمه في كل خطوة من هو بيمشيها فالفشل عنده فرص للتعلم مش إحباط ويأس وضيع والتجريب عنده بيكون باب من أبواب السعادة أو الله الناس المجربين دول واللي عارفين فكرة أن التجريب ده مركزي في المستقبل تحس أنه شايف في المستقبل واسع واسع ليه؟ عشان التجربة بتخليه يشوف اللي محد يشوفه ومتخليه متعلق قلبه يتعلق بمولاه سبحانه وتعالى لأنه في التجربة هو مش متعلق بالنتائج هو متعلق بمدد مولاه فكل شوية يشوف أنه مفيش حتميا بين الأسباب والنتائج لأنه أول وماشي بيشوف أن ربنا هو اللي بيخلق النتائج فيزداد قلبه تعلق بالله وساعته على فكرة مش هيرفع سقف توقعاته عارف هيعمل إيه؟ عايزيد رجاءه في الله ويزيد يقينه من حكمة مولاه كرم ودول بقى اللي بيشوفه الرزق الخفي فيه رزق جوى الرزق الرزق الخفي ده هو يشوفه البركة يشوفه البركة متلقلئة كأنها موجودة عيانا مجسمة قدامه وتكون العبرة في التجربة إن هي تجربة قيمية محفوفة بالقيم يعني لما أجرب بجرب عشان قيمة بجرب عشان أعيش معنا لازم الحياة يبقى ليها معنا فأنا بعيش وبجرب عشان يبقى فيه معنا فنيتي فيها قيمة وسعي فيه قيمة مش تكون غاية تحصيل الكم والقوة والمكانة ولو على خراب حياة الناس وقلوبهم فيه ناس تقول أنا ليه أتعب ليه أتعب نفسي بقى ما أخب لا خلاص ما تعبش نفسي ولا أجرب أجرب ليه ما أنا مش ضامن النتيجة بس هو هل أنت حقيقي مرتاح وحاسس أن أنت يعني حياتك ما فيهاش ضيق وما فيهاش عجز وبتقول أنه ما فيهش حلول كده وانت بتقول ما فيهش حلول التجريب يا سيدي بيوقفك على حقيقة مهمة جدا جدا إن الحياة أوسع من أفكارنا لأن هي الحياة نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى فهتكون بقى الحقيقة اللي جاي من ده إن أوسع بابل الراحة وإنك تستمر في النظر وتستمر في التجريب ويتخلي رؤيتك تتسع وتلاقي الحلول وتزهر ساعتها الحلول متقلقة وتلاقيك بتعرف عن نفسك أشياء بشكل جديد ما كنتش تعرفها وتشوف علاقاتك وهي بتتسع وتشوف العلاقات كمان وهي بتتخلص من سمومها لما تعيش بالتجريب ولما تتخلص من المشقة والعنت والطيق في هذه العلاقات لما تحاول تجرب فيا سادة لازم نعرف هذه الحكمة إن في السعي لسعة وعشان تبدأ تجربة جديدة سليمة محتاج نتخلص من شوية حاجات ومحتاج نحقق شوية حاجات لازم تخلص عنك من إن أنت تعمم المواقف السلبية تبطل تعميم المواقف السلبية اتعملت ما واحد وطلع وحش يبقى الرجل ده وحش رحت عملت عمل في مجال معين وطلع المجال ده صعب وما فيهوش نتائج مش كل المجال اللي فيه كده إنت ممكن تخسر في المشروع بس ما يكونش كل المشاريع بتخسر إنت محتاج أن إنت متعممش المواقف السلبية عشان ما تحبطش حياتك تقف وما تقدرش تجرب فأول حاجة اللازم متعممش المواقف السلبية الحاجة الثانية أنت محتاج تداوم على التعلم والبحث والاستشارة وتسأل الخبراء والمختصين دوت اللي يخليك تقدر تجربتك تكون تجربة صحيحة ومحتاج كمان حاجة تالتة محتاج في تجربتك نور عينيك وهو نور الصبر فالصبر بصر والصبر يخليك تشوف مدد ربنا ما ينفعش وإنت بتجرب ما تصبرش وزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن التأني من الله والعجل من الشيطان فالتجرب يحتاج لصفاء ورؤية مليانة صبر مليانة صبر ليه؟ لأن الصبر بيخليك تنتظر وزاك حضرة النبي يقول يستجاب للمرء ما لم يعجل يقول وكيف يعجل المرء يا رسول الله يقول دعوت ولا يستجب ليه التجربة لازم تاخد نفسك عشان أنت بتتعلم أن مع كل خطوة في تجربتك نفسك بيزداد نور أن احنا مش بنجرب عشان نختبر ربنا ولا عشان نجرب قدرة ربنا احنا بنجرب عشان نعرف نفسنا وننور قلوبنا وكمان يزداد تعلقنا بالله ويتنشرح صدرنا فالتجربة بيخلينا نتولد من جديد والتجربة بتجدد الإنسان فينا تجدد أنفاسه وتجدد حياته وتغمس حياته بالنور وما تحرمش نفسك أبدا من نعمة التجربة لأن التجربة بتوريك وسع الحقيقي وعشان نعمل إيه؟ عشان نعمل ده لازم نستمر في أن احنا نجرب وحياتنا عدد التسع وإحنا بنجرب اتعلم كل يوم وابحث عن الجديد في مجال عملك وجرب في مجال عملك معلومات ولو معلومة واحدة كل يوم وتعلمها وطبقها وفي علاقاتك نفس الكلام لازم كمان نبقى عندك ديوان تدون فيه تجربتك دون فيه الخطوات اللي أنت عملتها عشان ما تنساهاش عشان ما تبتديش في كل مرة الحياتك من أول جديد لكن ابني اتعلم البناء فاكتب ودون الحاجات اللي مرت بيك واكتب إزاي أنت قدرت تتحقق نجاحات واكتب كمان إزاي قدرت تتخطى الفشل ساعتها هتشوف نعمة ربنا وبيمدك كمان حاول تدعم تجرب اللي حواليك بنصيحة في وقتها ونصيحة بطريقة محترمة بطريقة لائقة ويتفكر الناس بالأمل وإن الحياة ما بتقفش عندي حدث لكن الله سبحانه وتعالى هو البارئ المصور الذي يخلق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر لما تعمل كده تحس بأنك أنت مجرب وتحس بأن الحياة بتتسع وتحس مش أن الحياة مثيرة تحس أن الحياة مستنيرة وتحس أن الحياة مستنيرة بنور الله وتحس أن الحياة فيها تجليات كل يوم بتشوف تجلي من تجليات الله سبحانه وتعالى عيش بهذه الصفة مع الله سبحانه وتعالى هتجد حياتك تتسع وتستنير مستقبل يا محلى مع التجريب لأنك مع التجريب تكون في المحل القريب من الله سبحانه وتعالى القريب المجيب يا رب جعلنا دايما من أهل التجريب حتى ننورك وبركتك وفضلك يا رب العالمين بعد الفاصل نقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحت بنامج وليس تعسره ونجاوبها مع بعض وإحنا نتكلم عن التجريب اللي هو نور من المجيب القريب سبحانه وتعالى ولكن بعد الفاصل رجعان لحضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وبتخلينا دايما في مجالس النور وتوصلنا بربنا الغفور سبحانه وتعالى في هذه الساعات المباركات في يوم من أيام شهر مبارك ومنور نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا وإحنا خلاص في العشر أواخر إنه وبنا سبحانه وتعالى يجعلنا في بركاته وفي أنواره يا رب العالمين تعالوا بقى نختم كلامنا عن مسألة التجريب التجريب يا سيدي مش إنك أنت تحاول مرة ويبقى اسماً جربت لا، التجريب معناها أن أنت تستمر في العمل وتعدل وتقيم اللي أنت عملته وتستمر في العمل هو ده معنى التجريب التجريب ده هو اللي بيخليك تعيش في أنوار أن أنت تكون من الذين يسيرون في الأرض وينظروا كيف كان عقبة الذين كانوا من قبله هنا ساعتها هتكون أنت إنسان بتتنور بأنوار الله سبحانه وتعالى بتنظر وتحلل وتبحث وتسأل وكمان تجرب مرة واثنين وثلاثة تعالوا بقى نشوف أسئلتنا الأسئلة اللي وصلت لنا من حضراتكم عشان نشتغل عليها ونحاول بقدر إمكان نقدم لها إجابات وحلول السؤال اللي أولاني بيقول إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شاب متزوج وبفضل الله وكرمه زوجتي حامل الحمد لله بنتم بخير وكما تعلم شيخنا الفاضل أننا في شهر رمضان ومنعت زوجتي من الصيام خوفا على صحتها وصحة الجنين رغم أدراري بأنها تريد الصيام وقادر عليه فهل هناك وزر علي شيخنا الفاضل هو الوزر بس المفروض أن مش أنت اللي تقول كده المفروض الطبيب هو اللي يقول لها كده يعني مش أنت اللي هتروح تقول لها افطاري لأنك أنت مش قادرة لا أولا اللي هيقولي أنه مش قادرة واحد من اتنين أكيد مش أنت بس عشان بس نبقى عارف يعني حتى أنت بتقول رغم إصرارها على أن هي عايزة تصوم فأنت فطرتها بالعافية أنا أحسس أن في مشكلة في العلاقة الزوجية أقولها لك بس بعد مجاوبك على السؤال الفقه الأول أول حاجة اللي يحدد مين اللي يصوم ومين اللي ما يصومش ودي على فكرة ما فيهاش طاعة يعني ما تجيش أنت تقول ده ده من باب طاعة الزوج لا ده مش من باب طاعة الزوج اللي يقول هي تفطر ولا ما تفطرش الطبيب وهي مش حد تاني يعني ايه الطبيب وهي الطبيب يقول والله صحياً هي ما تقدرش تصوم وهي تقول والله أنا مش قادرة يعني لو واحد بيعمل عمل شاق ومش قادر فهو هو هو البصير على نفسه يعني واحد بيعمل عمل شاق ومش قادر يصوم فران مثلاً بيشتغل في أعمال في أعمال استفلتة في الشارع ولا في أي حاجة وهو مش قادر يصوم مش قادر هو بصير على نفسه أما وإن حضرتك بقى عايز تحسسها أن أنت خايف عليها ماشي يعني ماشي يا خايف وخايف على الولد كمان فبتفطرها أقولك حاجة بيني وبينك كده كأنها يا ما سمعتكش كأنها مش هتسمعني مش هتسمعني ايه بقى أقولك ايه هي كده هتحس أن الولد عندك أهم من راحتها أو الحاجة اللي بتحباه ده بيني وبينك هي مش هتسمع أنها بقولك كده بس هي أكيد كانت محتاجة أن أنت تسمع وتعرف الكلام ده لأن في لحظة ما الزوج بيصر على حاجة خلاف مراد الزوجة وخلاف إرادتها وخلاف ما هي بتقول أنا قادرة مش بيوصلها معنى أن أنت بتحباه بيوصلها معنى أنت بتتحكم فيها وأنا حاسس فيه رجالة كتيرة لما بييجي الزوجة بتاحمل بيحس أن هي بقى عنده حكمة كده عالية كده عارف مصلحتها ومصلحة الطفل وبيحس أن هو خلاص ابتدى يبقى أب ويبقى مسؤول فعليه أن هو يخلي الزوجة تسمع الكلام غصبا عنها أو لا غصبا عنها ده يرفع عندها الضغط وغصبا عنها ده يخليها يجي لها آلام غير مبررة لأن الآلام دي هتجي لها من نفس من أمر النفس ويتحس أن هي حاسة أن هي الحملة ده مش حملها أو الله أنت مش بيصدقني فلذلك أنت خلي نعدل السؤال هل أنت كنت مصيب هل كنت مصيبا في أنك أنت أجبرتها أن هي تفتر الجواب لا دي ومش قضيتك دي قضيتها هي علمها أن دي قضيتها هي أن أنت تضغط عليها عشان تفتر وهي بتقولك أن هي أدرة وأتقدر تستحمل ده الحل الوحيد أن أنت تأخذها للطبيب فالطبيب يقول أنها لا ده فيه خطر عليها أن هي تصوم لأن المرضى الله سبحانه وتعالى قالوا أنت سوموا خيروا لكم فهو إيه لو هي صامت سواء كان مسافر أو كان مريض فصم فدوة فضل من عند الله سبحانه وتعالى فأنت ليه بتكبرها وتقهرها أنا آسف هي هي تقول كده أن أنت بتقهرها أن هي تصوم أن هي تفتر طيب هي لو كانت قادرة تصوم وعايزة تصوم وإنت بقى خليتها تفتر والدكتور تمدلها رخصة أن هي تفتر لا معلقاش قضاء طيب أنت لو كبرتها أن هي تصوم والدكتور قال لها تصوم يبقى أنت كده فطرتها غزبا عنها وهي أعتقد الأيام اللي عليها يا نهرابيض آه يا نهرابيض أعيد الكلام مرة تانية لو الدكتور قال لها أنت ما تصوميش عشان الحمل خلاص يبقى عندها رخصة فأنت كلامك أصاب الأمر ده وإنت خليتها تاخد بالرخصة بالعافية طبعا ما تفتر تفتر بإرادتها بس أنا عايز أقولك أن التصرف نفسه تصرف مش في محله لازم تخليك معها لازم تخليها وفي الفترة فترة الحمل بالذات تخليها هي تحس بيها عايز تقنع بأن هي تفتر كنت لازم تاخدها للدكتور والدكتور هو اللي يقنعها مش أنت اللي تفرض عليها مسألة الإيه الإفطار السؤال اللي بعد كده بيقول ما أقصى مدة لحلاقة شعر العانى وهل حلاقتها في نهار رمضان يفتر وهل يوجد أوقات غير مستحبة لحلاقتها وهل عدم حلاقتها الفترة طويلة أحمل عليه ذنب ولا تقبل الصلاة والصوم والصلاة طبعا لازم نعرف أن فلسفة ما يسمى بسنن الفترة هي فلسفة الجمال وترك الإنسان نفسه وترك سنن الفترة زي مثلا حلق العانى ده لمدة طويلة هذا يجعل الإنسان في حالة مش هي الحالة المرضية ويجعله في حالة منفرة وهذه الأشياء تجعل الملائكة لأن الملائكة تنفر من ابن آدم كما ينفر ابن آدم فالحياة دي اللي سألت عن المدة القصوى ما تزيدش عن 40 يوم الأمر التاني وعلى حلاقتها في نهار رمضان يفتر لا بالعكس حلاقتها في نهار رمضان ممكن يجعل السبب أعظم طيب لأنك أنت بتعمل طاعة والطاعة مضاعفة في رمضان وهل عدم حلاقتها لفترة طويل أحمل عليه ذنب لو أن الأمر وصل إلى التضرر إما إضرار الآخرين أو ضرر الذات نفسها أو ضرر النفس نفسه آه ممكن تصل لده بس هي في ذاتها كده لا هي مستحبة أن أنت تعمله ولا تقبل السوم والصلاة لا ملوش دعوة دات بأن السوم والصلاة دولها إبطال ولا حاجة بس أنت بتعمل شيء ليس من قبيل الجمال أنت عليك أن أنت تعمل ده وبشكل واضح ولا تلتفت لأن بعض الأحيان عندهم وسواس أنه لو حلق العانة هتزيد عنده الشهوة ده كلام فارغ ده كلام من النفس الأمر بالسوق كل دي حاجات مش حقيقية أن وبعضهم بيقول أن ده تنوع من أنواع الرجولة لا هو دات مش من رجولة ده على أسف يعني هذا من عدم النظافة هذا من عدم النظافة وعدم الجمال فنتقل الله سبحانه وتعالى ونعمل الأمور ديت وأنا جاوبت على أسئلة حضرتك كلها لها حلقها لن يكون في الصيام لا يؤثر ولا يفطر في رهنة الرمضان ولكن في نفس الوقت وعدم حلقها لا يبطل الصوم والصلاة ولكن يبطل الجمال يا أخي يخليك يا سيدي بعض العلماء ذهب إلى أن سنة الفضرة دي واجبة فاتقل الله سبحانه وتعالى إحنا لا نسير بأنها واجبة فاستتقل الله سبحانه وتعالى في نفسك واتقل الله في الآخرين السؤال التالت بيقول إيه أنا ولد في سن 12 سنة تصاحبت على ولد في سني يقول لي كلاما ليس في سني يحدثني عن البنات وعن كلام عيب وأنا لا أريد أن أستمع له وكان ساجعني أرسب في امتحاناتي فماذا أفعل معه وشكرا جزيرة اكتني أبو يا سيدي أنا شاكر لك على هذا السؤال وياريت كل أولادنا يسألوا بدري كده وهو أتخوفوا أولادنا أنهم يسألوا لو سمحتوا مسألونا كل الأسئلة اللي أنتوا عايزينها طيب إيه اللي حاصل؟ المسألة البساطة أن هذا الشخص هو في الحقيقة في هذا السن لما بيتكلم عن ده احتمال كبير يكون على وشك أنه يبقى عنده اضطراب في الشخصية والاضطراب في الشخصية في الوقت ده معدي يعني هو ممكن يعديك تيبقى عندك نفس الاضطراب اللي عنده احنا مش عارفين هو بيكلمك الكلام ده ليه؟ وهو تعرض لإيه؟ فهو في الحالة دي ممكن يكون هو نفسه مش مستقرة وإنت لو قعدت معاه وصاحبته ممكن كمان إنت نفسك تبقى مش مستقرة بقول كده ليه؟ لإني بالدراسة وبالبحث وجدنا أكثر الناس اللي بيتكلموا في سن مبكرة عن الأشياء الجنسية وعن النساء وعن كذا بيدور اللي حصل لهم ده في شوية حاجات بيدور على التلصص الجنس إنه كان عنده تلصص على السيدات وعلى النساء أو إنه هو تعرض للنوع من أنواع الاعتداء الجنسي أو إنه هو لأنه تفتح عليه عالم هو ما يعرفوش فابتدى يتعرف على العالم ده أو الحاجة التالتة إنه هو يعني بعد ما حصل كده الحاجة التالتة إنه هو للأسف شاف حاجات في بيته ما كانتش يجب إنه هو يشوف دولة الأسباب اللي بتحصل لما الأولاد يتكلموا في الكلام ده بشكل مبكر فعشان كده لا ابتعد عنه ابتعد عنه بشكل لطيف يعني مش لازم أنت ابتعد عنه تقوله أنت على فكرة أنت شريره لا ابتعد عنه بشكل لطيف حاول ما تعدش معاه أنا شايف إنه أنت بتقول أنه أنت يمكن شايف فيه صفات جدعانة أو صفات تانية فأيام بتخليك إنه أنت ولكن المرء على ديني خليلي فليانظر أحدكم من يخالل أنت الصفات دي أنت ما بتحبهاش فلازم تبتعد عن ده ويبقى عندك لو هو جي يكلمك وعاتبك قل له أنا لا أحب إن أنا ألوث سمع بهذا الكلام عايز تصاحبني يبقى تبتعد عن هذا الكلام لو ما بتعدت قلتش خلاص مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير أنت ما أظنش أنت محتاج أن أنت لا صفاتك تتغير ولا أن قلبك يتوجع ولا أي حاجة ولا أنك أنت تبتعد عن ربنا يبقى الحل هو إيه أنك تبتعد عنه شيئا فشيئ بطريقة لطيفة ويعرف أن ربنا سيبدلك صديقا أفضل منه إن شاء الله سبحانه وتعالى طيب ما نصحوش نصحوا لما يكون ده ممكن لكن إذا أنت ما أكنش ده ممكن يبقى أنت مش هتقدر تصاحبه وخلي بالك بعيد الكلام ده هذه الصفات في السن اللي أنتوا فيها معدية يعني إيه معدية بتسري من الشخص إلى الشخص التاني كده من غير ما التاني يحس فعشان كده لازم تنتبه ولازم تسرع بعدم المقوس معه فترة طويلة وبعيد شكرا على أنك أنت سألت وأنا ممتن جدا جدا لسؤالك السؤال بعد كده بيقول لو سمحت يا دكتور عمر ما هو الدعاء المناسب إذا أننا ندعي به علشان زوجي يحبني هو أفضل دعاء ممكن ندعي به عشان ينصلح الحال أننا نسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الحبيب الأقرب الأجل سبحانه وتعالى أن يجعل الحب بيني وبينه زوجي وإننا أقول اللهم إنك جعلت الزواج منة ونعمة وجعلت بين الأزواج بابا من أبواب السكينة فأسألك بحق ما تجعله في البيوت من موادة ورحمة أن تجعل زوجي أحب إلي من نفسي وأن تجعلني إلى زوجي أحب إليه من نفسي كده فإذا حصل ده يحصل المواد ده والرحم أنا أصلي أحب إليه من نفسي من نفسي الأمرة بالسوق لأن العامل الفجوة بينكم أنتوا الاثنين عارفين إيه اللي عامل الفجوة بينكم أنتوا الاثنين هي النفس الأمرة بالسوق فإذا دعينا بده فإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يقدم منكم ويؤثر الأمر ده ويكون في محبة وموادة بينكم إن شاء الله ربنا يؤثر هذا يا رب جعلهم يا رب أنا في محل نظرك باللطف والمودة والرحمة يا رب وهم لبيتهم بالسعادة وبالقرب وبالحب حتى يتقربوا إليك يا ربنا بهذا الحب فتقبلهم في ديوان محبوبين يا رب العالمين السؤال اللي بعد كده بيقول أرسل لكم من إنجلترا أهلا وسهلا بيكم أهلا لإنجلترا كله على قطرة العين تفطر لا قطرة العين لا تفطر لأن العين ليس منفذا مفتوحا العين ليس منفذا مفتوحا العين ليس زي الأنف الأنف منفذ مفتوح يتفتح كده يتحط في الأنف ممكن يصل إلى يصل إلى الجوف يصل إلى الحق لكن العين ليس منفذا مفتوحا يقول لي طب ما بعض الأحيين منحس بتعمها ده لا يبقى هو دوت برضو لأن العين ليس منفذا مفتوحا نحن عندنا الأشياء اللي تفطر هي الأشياء اللي بتدخل الجلد أو اللي بتدخل الجوف من منفذ مفتوح فلذلك الجلد مش منفذ مفتوح الجلد ما له مش منفذ مفتوح وذلك كل الحقن لا تفطر لأنها لا تدخل من منفذ مفتوح وكذلك العين ليس منفذا مفتوح يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن لابنا مهمة جدا 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 في بناء المستقبل في ناس كتير بتغفل عنها في البيوت إيه اللي بيخلي البيوت تتمري ملل وتتمري سأم ويبقى فيه خرس زواجي وإيه اللي بيخلي الأولاد يحسوا أن أباهم مش أكفاء ولا أمهاتهم قادرين أنهم يكملوا معاهم المشوار عارفين إيه؟ أن البيوت ما بتجربش وأن الأسر ما بتجربش فالمستقبل يبقى وكأنه مغلق اللي بيفتح أبواب النعيم ويفتح أبواب الجمال في المستقبل وأن احنا نجرب وكل ما نجرب كل ما بنقرب بنقرب من إيه؟ بنقرب من نعمة ربنا بنقرب من مدد ربنا التجريب يفتح كل أبواب السعادة لما تجرب هتحس أن أنت إنسان تستطيع أن أنت تتجدد وأهم حاجة تتجدد فيك سلتك بمولاك ورؤيتك لنعمه سبحانه وتعالى اتجددوا واجربوا مش هتخسروا حاجة ثلاثة أربع مشاكل البيوت وتلاثة أربع مشاكل الناس إنهم ينوه أن مستقبلهم يكون مليان بالتجريب عشان يحسوا بنعم المجيب القريب وكمان يحسوا بأن ربنا سبحانه وتعالى هو خير حبيب لأنه سبحانه وتعالى جعل التجريب يفتح أبواب السعادة والهنى والنعمة نشكروا نعمة ربنا وجربوه عشان تحسوا بقد إيه نعم ربنا وسعى والحياة نثر الله فيها الجمالة ونثر فيها النعمة يا رب نجعلنا من أهل النعم ومن أهل شكرها ومن أهل استثمارها بالتجريب وبالسير إليك يا رب العالمين على الدوام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وسع علينا حياتنا بودك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين